السلام عليكم والإخوان نحياكم والله معكم أخذيكم علي بيريش دائما فيما يخص قضية السحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم هذا الصورة اللي فيها هذا الدرون ظهرت اليوم وانتاشرت على نطاق واسع نشروها عناصر البوليزر وتنقلوها بيناتهم لحد أنه سمعنا الزغريد في مخيمات تندوه نساء من البوليزاريو فرحانين لهذا الصورة على أساس أنها واقع كذلك كي صوتيات وتسريبات صوتية سنسمعوه في هذا الفيديو كيقولوا لأن البوليزاريو عادوا يمتلكوا الدرون ويستعملوها ضد المغرب مهم الأخبار أخوت مختصر على أنه البوليزاريو عناسره بليوم كيتكلموا على أنه البوليزاريو قد تحصل على درون وغتواجه بها الجيش المغربي في الجدار الرملي وغتقصف بها المغرب وهذا الخبر جاء مباشرة بعد فيديو شرطه أحد القنوات التلفزية العربية واللي استضفت فيه محمد سالم العبيد مدير تلفزة البوليزاريو واللي قال فيه على أنه من حق البوليزاريو لأنها تحصل وتوفر على أسلحة مثل الدرونات وأسلحة تاقيلة وتكلم هذا التقرير التلفزي العربي على أن البوليزاريو اشترت صواريخ ودرونات وأسلحة من دولة إيران فكتعرفوا كاملين عناصر البوليزاريو دائماً كيستغلوا مثل هالي الأحداث الفيديو روجوه مرة أخرى على نتاق واسع مرهوق بهذا الصورة اللي كتظهرها في هذا الدرون وتم الفبرك عليها وقالوا أن البوليزاريو تحصلت على درون غتواجه بها المغرب في الحقيقة كل شي ممكن أنا أستبعد على أن البوليزاريو عندهم درون ولكن هذا ليس بخبر مستحيل إيران فعلاً تقدر تسلح البوليزاريو بأسلحة صواريخ درونات انتحارية درونات كل شي ممكن مهما أنه إيران عندها عداء المملكة المغربية وعندها علاقة مع الجزير تقدر تسلح بطبعة حال البوليزاريو هذه وشة النظرية الخاصة مهما أنه إيران تعتمد بدرجة كبيرة على مثل هذه الحركات وهذه الجامعات الإرهابية أمثال البوليزاريو أمثال الحوتيون وحزب الله والجامعات الإرهابية كاملة اللي كانت في العالم عندها علاقة مع إيران فتقدر إيران تسلح البوليزاريو بشرط على أنه البوليزاريو تعود عندها علاقة مع إيران وتنفذ أجندات ومخططات إيران في منطقة المغرب العربي كيف أنه حزب الله والحوتيين والجامعات الإرهابية كينفذوا مخططات وأجندات إيران في المشرق وباقي دول العالم إلا أنه نقولكم بواضح العبارات على أنه الدرون إلا كانت تتحصل عليها البوليزاريو فاللي كيتحمل المسؤولية بالدرجة اللولة ما هو إيران اللي غايتحمل المسؤولية بالدرجة اللولة هي الجزيرة لأنه بمجرد توفر البوليزاريو على سلاح هذيك يقدوا يستعملوه ضد المغرب فره مباشر المغرب غايدخل في حرب طاحنة مع الجزيرة ما هو مع البوليزاريو البوليزاريو يكون عارفوهم على أنهم آدات لا أقل ولا أكثر كتحرك في الجزيرة بمجرد استعمال البوليزاريو لأي سلاح متطور يقد يوصل أو يهدد الشعب المغربي أو المملكة المغربية كونوا مأكدين على أنه صواريخ المغرب ستوجه مباشرة إلى الجزائر إلى وهران وإلى مصغان وإلى المدن الجزائرية وآبار النفط والبيترون كونوا معاكدين على أنه توفر البوليزاريو على السلاح حديث متل الدرون يعني مباشرة إعلان الحرب على حضيرة الجزائر وإحنا نعرف الجزائرين جبناء خواهين وما قط خادوا حرب دروس هذه الجزائر اللي منفوخة بسياسة النف بين قوسين على أنهم أقوى جيش وما نعرفاش جزائر تشتري السلاح ولكن ندرك جيد إحنا أبناء الشعب المغرب العريق العظيم لأن الجزائريين ما عندهمش الرجال اللي يحملوا السلاح سمعوا بعض التسريبات حياكم الله وإحنا الشعب المغرب العظيم السلام عليكم مرحبتي بيك وسعدان إيش حالك إياك لباس إياك الخير خليهم بعد قاعدة ضرور يهدد به بالريش وتهدد به الدنيا وقاعدة الحقي يهدد براسه ما كان له يوخذ حد ما جاء ناقبه وقال لله باشك تلت يملك الموت تموت رعيم والذي ضرور ثاني والذي ظهر يجي على رأسه يا قاري أختي قاعدة يحلب بزلت الرحمة بين موت محمد إن شاء الله يرجع إن شاء الله المغرب شورة رابو وحك باهات وكلها نتروع لزر اللي هي والف ولي خالف إن شاء الله كلها ردوا للتراب وكلها يعملوا يستطر الفوطن وراجعين من عند الله تبراك والتعاري مرحب أصل الصحة الباردة ولكارهتو لكم يهضح ويكب الشنين في قدح وعقاب ما يقدين قال إن قال نفي العنصرية أصل الصحة عالم مولان الفاضل أنت ما تفيت من الشاقلة شاقلتاك هذي اللي ما يرقى من الشي ما تفيت منها توائلة ما قلب راعي هو من راس ويعترف والصوت والصور على الجبهة عند هذرون ثم بعد يعطوا كلها ملفات الشوارع من قده عاطينا كلها بوة المعلومات قعمها عندك ثم لك لكم يخدم أجان دو يصفق المد ودفع هو قعم وعرض نفس الواقع اللعمة عمرت راه الشارع قابل شي من لوصاف من تسعين وهم قاع عنده شي من لوصاف جدد كان يجيبه وما يعرف ما يعرف اللي يجيب تسعين حتى انت لا قاعد هون تكذب نحن ويجيب لنا طائرة إيرانية وهذا في إيران وهذا فقانستان وهذا وباكستان والمقرب من راس وقاع تهرف أنه عندنا مدرم ايوه شلق يدقون اشتنك اللاب هو شاقلتك ماي مهم اللاب لانتون عند البال هرب يولا يدعم يهرب هرب بسعى راسك من يعطي هذا الحق ويمنع العين يمنع على نحمل هذا الحق بطرق مشروعة نجلب سلاح من أي مكان نريد هناك دول استراتيجية تبع من شكرا ترجمة نانسي قنقر